مادة التربية الإسلامية الصف الثاني الجزء الأول هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدرس الأول القرآن الكريم الصفحتين الخامسة والسادسة القرآن الكريم كلام الله تعالى أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باللغة العربية هداية للناس أجمعين نشاط أتأمل العبارة السابقة ثم أجيب عن الأسئلة الآتية أولا عما تتحدث العبارة ثانيا من أنزل القرآن الكريم؟ ثالثا على من أنزل القرآن الكريم؟ رابعا بأي لغة نزل القرآن الكريم؟ خامسا لماذا نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ نشاط ختامي أولا ألون الوردة التي تحتوي اسم السورة التي بدأ بها المصحف الوردة الأولى مكتوب داخلها الفاتحة الوردة الثانية مكتوب بداخلها الفقرة ثانيا ألون الدائرة التي تحتوي اسم السورة التي ختم بها المصحف الدائرة الأولى مكتوب بداخلها الإخلاص الدائرة الثانية مكتوب بداخلها الفلق الدائرة الثالثة مكتوب بداخلها الناس أختبر معلوماتي أملأ الفراغ بما هو مناسب ثم أقرأ الكلمات المناسبة ثلاثة هي الله تعالى محمد العربية أولا نزل القرآن الكريم على نبينا فراغ صلى الله عليه وسلم ثانيا نزل القرآن الكريم باللغة فراغ ثالثا القرآن الكريم كلام فراغ تم الدرس أحبائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر